هل الاعتراف بدولة فلسطين منشئ لها أم كاشف عن وجوده أولا دولة فلسطين أعلنت في عام 1988 من قبل الرئيس الراحل ياسر عرفات في جلسة المجلس الوطني الفلسطيني وكانت في تلك المرحلة بعد عام من بدء الانتفاضة الشعبية في المناطق الفلسطينية المحتلة فرسميا هذا هو عام تأسيس دولة فلسطين وبمجرد الإعلان عن دولة فلسطين توالت الاعترافات طبعا الدول العربية جميعها اعترفت بالدولة في حين الاتحاد السوفيتي وكل دول المنظومة الاشتراكية اعترفت بالدولة الكثير من الدول الإفريقية الأمريكية اللاتينية والآسيوية أيضا اعترفت في الدولة فتأسيس الدولة رسميا جاء في عام 88 ومنذ ذلك التاريخ ونحن نسعى لحصد الاعترافات بهذه الدولة التحول الجديد الآن أن هناك دول أوروبية سواء في داخل الاتحاد الأوروبي أو خارج الاتحاد الأوروبي وهي دول مهمة ولها وزن سياسي في داخل الاتحاد الأوروبي أعلنت وعمليا هي قدمت اليوم بالمناسبة يعني مذكرات الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين هذا يعزز من مكانة دولة فلسطين على الساحة الدولية ودعني أوضح نقطة الاعتراف هو دايما عملية ثنائية يعني الاعتراف ما في دولة في العالم يتم الاعتراف بها جماعيا الاعتراف هي قضية ثنائية دولة فلسطين قائمة بالقانون الدولي بمعنى في عام 2012 قبلت الأمم المتحدة دولة فلسطين كدولة غير عضو مراقب لكنها دولة قبلت فيها كدولة غير عضو مراقب ومنذ ذلك التاريخ لأن الأمم المتحدة اعترفت بأن فلسطين هي دولة أصبح من المتاح لدولة فلسطين أن تنضم إلى الكثير من المواثيق والمعاهدات الدولية أسوى بدول العالم وأعطيك على سبيل المثال منذ ذلك التاريخ أصبحت دولة فلسطين عضو كامل العضوية في منظمة اليونسكو أصبحنا عضو كامل العضوية في الانتربول أصبحنا هنا في فيينا عضو في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية انضمينا إلى العديد إلى عشرات من المواثيق الدولية القضية فحسب القانون الدولي نحن دولة قائمة لنا مكاناتنا في المنظمات الدولية ننضم إلى المواثيق الدولية ما نسعى له هو أولا أن تعترف دول العالم تباعا بهذه الدولة وثانيا أن نحصل على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة المتحدة